تتضايق إيه لو سجلت الحوار عشان يبقى سهل في التفريغ؟ نو شورت فضالي طبعاً طيب أوكي مادام زيزي؟ ما بلاش مادام دي خليها زيزي بس أوكي زيزي وليلي بقى ابتدت الموضوع اللي انت بتشتغلي فيه ده إزاي؟ من عشرين سنة كنت متجوزة وجوزي كبيشتغل في الخليج واكتشفت في أجستو إنه صاحب عليها واحدة والواحدة دي أعز صاحب عليها وفي مصر مفيش قانون يمنع الرفق يعني إيه؟ يعني لو راجل في شقة ومعايا واحدة مش متجوزة مفيش حد يقدر يعمل لهم حاجة حتى لو بلغتي عنهم ما يحصل لهمش أي حاجة مفيش قانون في مصر يمنع ده ما يعتبرش لها وزيني ولا هي يعني مرفقين؟ طلقت طبعاً طبعاً وطبعاً ما خدش منه أي حاجة فقررت أني أشتغل معرفتش لغاية لما تعرفت على الرجل الأعمال ورفقته وعملت بالنفلوس كويسة قوي بعدها تعرفت على ستات ظروفهم زي ظروفي بالضبط عرفتهم على رجالة أصحاب الرجل اللي أنا كنت مرفقين وابتدى مشواري اللي بعتزي بيه بتعتزي بيه؟ يعني عشان قانون معرفش يخدلي حقي وقررت أستغله وعملت فلوس كتيرة قوي من الموضوع ده طب ده قانون البشر ربنا بقى أنا ما نمتش مع حد أنا طبت أنا كل اللي بعمله أني بيعرف فلان على فلانة أنا عارفة أنه إده غلط بس أنت مكاني بتعملي إيه؟ ما هو في القتلات وأصحابها بيعملوا اللي أنا بعملوا بالضبط سيا يعني لو راجل رح أخد قوضة في قتالي والست جات له ما حدش بيسألهم أنتو بتعملوا إيه؟ يعني بيسهلوا اللي أنا بعملوا بالضبط طب قوليلي بقى يعني طبيعة الرجال اللي بتيجي دي بتبقى إيه؟ رجال؟ لا يعني قصدي شباب كبار فقراء أغنية إيه؟ كلهم متجوزين متجوزين؟ ده الطبيعي لأن الراجل من مراته ما بيطلبش الحاجات اللي بيطلبها من البنات اللي عندي وما يقدرش يقول لمراته تعمله الحاجات اللي البنات اللي عندي بيعملوها له غريبة دي؟ عارفة يا إنشي لو الراجل طلب من مراته حاجة وعملتله اللي طلبه يشك في سلوكا الرجالة دي يا إنشي تركيبة محقدة جداً ثانية واحدة يعني أنت عايزة تقوليلي إن لو واحد طلب حاجات معينة من مراته ما رديتش تعملها أو ما عرفتش يبقى كده هيتهمها بعدم الخبرة لأنها متجوزتش قبل كده ومعرفتش حد ولو طلب منها الحاجة دي وعملتها ومبسط يعني هيتهمها لنسلوكها بطر بالضبط كده يعني في الحالتين بتتلان هي دي المشكلة الأساسية عارفة لما أنا كنت محترمة حلوة قوي لما كنت محترمة دي مش كده كنت فاكرة إن الموضوع ده بيحصل عشان نجيب عياله بس يعني أنا برضو كان عندي مشكلة يعني أنت عايت تقول لي إن المشكلة الأساسية بين الرجل والستة هي الجنس يعني تقدر تقولي الثقافة لو الثقافة قبل الجواز يتقل عليها قليلة الأدب والراجل بيتثقف في الحاجات دي من شوية أفلام مش حقيقية أو من الستات اللي بيجوا في حياتهم One night stand لا لا واحدة وخلاص يعني وليلي أنت شكلك متعلمة أنت درسة إيه؟ أنا خارجة أداب إنكلش أنا مصغيرة كنت بخاف من كمة أداب دي عارفة يعني أداب وموليس الأداب وكده يعني بس الأداب دي غير الأداب دي خالص أنت عارفة يا إنجي؟ عشان يكون في صح لازم يكون في غلط فهمتيني؟ فهمتيني؟ كتول من سن كامل كام؟ يعني من خمسة وتلاتين لخمسة وخمسين فيش أكبر من كده؟ لأ أنا بفضل هم مكسيم هم خمسة وخمسين بعد ستين بقى خلاص الراجل يقعد جنب مراته وماتش عتزال بقى دي أصلت الرجالة المسخرة والله هو أنت لسه شفتي حاجة لأ هو أنا عايز أشوف بصراحة بصي أعرفت للتيفون ده بره التسجيل خالص لأ أصكع جبتيني بصراحة عايز أسألك شوية حاجات لماذا من المشاهد؟ أنت لست الإجابة من المشاهد؟ من المشاهدين